تتواصل الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بفك الحصار عن مدينة تعز هنا في الطريق الغربية أو المنفذ الغربي الذي يربط هذه المدينة بمحافظة الحديدة ومفرق شرعب يقف هؤلاء للمطالبة بفك الحصار أو كسره من قبل الجيش الوطني بعد فشل الأمم المتحدة بالالتزام بتعاهداتها تجاه المدنيين معنا أحد المشاركين في هذه الوقفة سيحدثنا عن تفاصيل أكثر حول هذه الوقفة ما هي مطالبكم؟ مطالبنا الوفاء بما وعد به المبعوث الأممي أن المعابر ستفتح مقابل مطار صنعاء والموانئ لماذا فتحتم المطارات والموانئ وأبقيتم على معابرنا مغلقة في وجوهنا نحن أعطيناكم الفرصة ورفعنا الحرج عن شرعيتنا التي مورس بحقها الضغوطات الكثيرة كي يفتح عن الحصار سلميا وأعطيناهم ما يكفي شهر وربما تقال الآن نكمل شهرنا الثاني ونحن ننتظر لكننا ربما وصلنا إلى طريق مزدود فالمعابر ستفتح بالمعابر وهذا حقنا الذي لن يستطع أحدا أن يقف حائلا بيننا وبينه سنفتح معابرنا ونتنفس صعداء ونعيش كبقية بني آدمين إذن كما سمعتم تبدلت المطالب من المطالبة بفك الحصار كالتزام من الأمم المتحدة إلى فكه أو كسره من قبل الجيش الوطني هنا يطالب هؤلاء المجلس الرئاسي بتوفير الدعم اللازم للجيش الوطني حتى يتمكن من فك الطرق التي تغلقها ميليشيا الحوثي بالقناصة والألغام عبدالعززز بحان يمن شباب تعز